خبر التاني هو فريق كرة السلة رجال وطبعنا يوم الجمعة اللي فاتت مباراة النادي الاهلي ونادي الاتحاد السكنداري واللي استطاع فيها نادي الاتحاد النادي الاهلي يفوز على نادي الاتحاد سبعة وسبعين وسبعين طبعا المباراة دي يعني كانت مهمة جدا مباراة فوز معناوي كان فيها برضو مكاسب كتير جدا لما شعر ستقول لحضراتكو ولكن كان فيها مكاسب كتير جدا يمكن مستر أجوستي لعب الكل عندنا مروان سرحان دخل فورميتو عندك احمد اسماعيل عندك وولتر هوج الحقيقة ان مباراة كان بيلعب اول مباراة كان بيلعب بغل شايفين لسه بقول والله بغل بصصورة كان بيلعب بغل عايز يقول يا جماعنا هنا من تلت بتاعته عالية جدا حط 36 بون عندك كريم حاتم مؤمن ترى خيري مستر أجوستي مباراة او اول مباراة بالرغم ان نزل كريم حاتم في البداية ما كانش بتوفق سحبه ديتين ونزله تاني يعني عنده ثقة في لعبته وعايز يقف بشكل كبير جنب اللعب انا عايز اقول لكم انه يكفي ان السنادي نادي الاتحاد حتى الان ما كسبناش يعني ما تصفرتش علينا سفارة احنا خاصين نادي الاتحاد هتقول لي زي يا كابت انت بمها الصوبر المباراة لم تكتمل وانتو عارفين طبعا البيانة طلعوا النادي الاهلي والكلام ده كله ولكن يبني كلم على مباراة تملت مباراة تملت المباراة المرتبط فاز علينا في اول مباراة فقط المباراة التانية احنا فوزنا واخدنا البطولة انا قصدي مش فوز قصدي بطولة يعني اخدش منك بطولة بعد فوز ماتش النهاردة انت بتكسب هتروح لانتحاد سكنداري لسه الماتشات بقى اللي هيبان فيها مكسب او خسارة او هتبقى اول ماتشات لنا فيها كومبيتشن هيبقى بطولة بقى وماتشات ما تتعوضش وهيبقى ان شاء الله باذنك البيلي اوف بتاع دوري السوبر هتلعب بيستوف 5 مع الاتحاد باذن الله غالبا هيكون النهائي هتلعب بيستوف 5 هو دي بقى الماتشات اللي بيها بعد كده بتوصل لبطولة فغالبا بتلعب خمس ماتشات ما فيش ماتشات بتعدي كده لا يعني مثلا فاتت لعبنا لغاية الجيم الخامس فانا هتصور ان شاء الله ان الاتحاد احنا رايحين الحمد للفرقة كويسة فرقتنا وقفة بشكل جيد مستر أجوستي بيعالج السلبيات ولكن المنافس الطبيعي لنا هذا السنة السنة دي وبتوقع السنة جاية كمان هو فريق الاتحاد اسكندري في غياب كبير للفرقة الأخرى وده طبعا لقطات من الماتش الاهل والاتحاد وخلينا اقول لكم ان احنا المباراة دي خليتنا نتصدر وما عندناش ماتشات جامدة عندنا ماتش واحد هنلعبه الماتش اللي جاي وهتوقف الدوري فإذا الدورة هيوقفوا انت أول الدور